بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لأن كماله الكمال الذاتي المنزه عن الهدود المطلق عن الكيود والحمد لله الفاتح العليم الذي أرسد من استوفاه من عباده للتعلم والتعلم وجعل العلم سباب النجاة والفوز بالزلف عند المالق العظيم الصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى هاديا إلى صراط المستقم وعلى آله ومن صحابة واتباعه في دار البقاء والنعيم أما بعد معشر المشاهدين والمشاهدات رحمكم الله في هذه الفرصة السعيدة أود أن أقدم تمام التبركات إليكم هيئة التحكيم المحترمين ولا أنساكم أيها المشاهدين والمشاهدات رحمكم الله وأسلمكم سلاما تسليما من عند الله بالإحترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات رحمكم الله لي فرصة لأن أبحر ما حطر ببالي وما رقى في فؤادي بمنطق الصريح العربي تحت المبحث اللي اعطنا بفعالة اللغة العربية شأنا لمصالح الأمة الإسلامية في العالم معشر المشاهدين والمشاهدات رحمكم الله لقد شهدنا بأعيننا المكشوفة بأن الدنيا صارت متطورة بعدات والأسكال تطورها إما في نسخية العلوم وإما في ناحية التقلولوديته التي تضرنا اليوم التطورة والتنمية في العالم تضرنا اليوم ما ليكن مثل هذا بأن الدنيا فيها الاختلافات والانتزاعات فيما بين الحكومة والمجتمع لا رحمة فيها لنعرف ما السباب ولنعرف ما السباب مع أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم أضاء وهذا قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ينتزع فيما بين المؤمن وبين المسلم إلا أن ترك اللغة العربية أساسا من هذا الدين لماذا قلت حكذا؟ قال الإمام الغزلي لا يفهم الفقه إلا باللغة العربية فالفقه كالأحكام السرعية التي تندمنا جميعا ها هو ذا السباب من الانتزاعات والابتعاءات وتفرقات فيما بين الهكومة والمجتمع فيما بين المؤمن والمؤمن الآخر يدر بعضهم بعضا ها هو ذا السباب بأنه طرق اللغة العربية كأساس من هذا الدين السليم الكرآن باللغة العربية فالقطبية السلف الصالح باللغة العربية أحكام المنفق باللغة العربية فكيف أن نعي سالمين آمنين لو لا نعرف حقيقة الأحكام الشرعية في العالم أيها السلامة الكرام ولذلك قال سيدنا عمر بن خطاب رضي الله قال ماذا؟ أحرسوا على تعلم اللغة العربية فإنها جسء من دينكم لو هذا جسء من ديننا فما شأننا لو نترق هذه اللغة كأقدم اللغة في العالم تبرقا إلى الله جل جلاله فكيف نترق اللغة العربية مع أن القرآن يقطب بالعربية فكيف نترق اللغة العربية فإن القطوب السلفة الصالح بالعربية فكيف نترق هذه كلها لو نعرف فوائد من هذه كلها بأن سوف تحسون جميعا إلى مصالح الأمة الإسلامية في العالم فما شأننا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه قال أحب العرب للثلاث لأني عربي ولأن القرآن عربي ولأن كلام أهل الجنة عربي فما شأننا نترق اللغة العربية وكيف نصلح الأمة السيئة التي انتصرت أنهاء العالم إما في مسارق الأرض إلى مغاربها كيف أن نصلحها جميعا لو نترق أساس من هذا الذين السليم أيها الصلاة والقرآن مع أن أراد الرسول كل أمته في سبيل الخير فكيف أن نقول خير أمته أيها الصلاة مع أن نحن أخرجنا من خير أمة من خير برية من خير مقلوق سيدنا المحبوب حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فكيف عشنا في هذه الدنيا سالمين آمنين لو نترق لغاته وهذا هو السباب الذي انفرخت فيما بين المؤمن والواحد والآخر يجعل المؤمن الآخر يدر الآخر ها هو السباب الحقيقي لقد سرقنا الأساس في هذا الدين السليم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكيف نحن نأمر بالمعروف لو لا نعرف الأحكام السرعية التي تسند إلى اللغة العربية أيها الصلاة الخرم ولذلك قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه عربيا ولكن عجاميا فمحبتنا عربيا فنجتمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله باللغة العربية وبهذا وبهذه كلها إن شاء الله والله يجعلنا الله متفقهين وننتصر في العالم ونصله جميع الأخطاء والسيئات التي انتصرت واتخذ بها القفار أمين أمين يا رب العالم ولذلك فنسأل الله المولى القدير أيجعلنا من المحتدين في صراطه المستقيم ويجعلنا مجتمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسباب محبتنا لهذه اللغة العربية أيها الصلاة والقرام وأحسكم جميعا أنا الكالفقير لهذه القطابة أقول إليكم جميعا فاستغرقوا أوقاتكم وتعلموا بالجد والإجدحات ولتنسوا أساس ديننا جميعا اللغة العربية آخر الكلام أقول شكرا على حسن استماع وأستأفي منكم كل الاستئفاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته